أو مع سانداونز كافة موسيماني تييلة قدام نادي الزمالك وخصوصاً بتهيالي في ظن يعني يمكن يكون واحد من أكتر المدربين اللي تركوا أثر سلبي يعني على الزمالك وعلى الجماهير وطبعاً لأنه حرامهم من لقبين إفريقيا واحد راح لسانداونز لما كان بيتولى مسؤولية تدريب سانداونز والتانية طبعاً لنهاية الشهير نجمة التسعة القضية ممكن اللي أحرص بيه موسيماني أول ألقابه مع النادي الأهلي في الموسم قبل الأخير نروح على هامش القمة بعد الأخبار المرتبطة بالكواليس بتاعت قمة الأهلي والزمالك وبعد الأخبار كمان المرتبطة بمشوار مصر القادم حضراتكم عارفين طبعاً أنه بعد الجولة الثالثة من الدوري هتقف المسابقة عشان منتقب مصر هيدخل فيه معسكر استعداداً لمطش الأنجولا ومطش الجابون خلينا نبتدي الأول من الأهلي والزمالك والحقيقة طبعاً أنه رابطت الأندية برئاسة أحمد دياب قررت أنها تعين اتنين مرأبين عشان يتابعوا المباراة ويتطمنوا على سير الأحداث وخصوصاً أنه كان فيه بعض الأخبار اللي ترددت في الفترة الأخيرة أو في الساعات الأخيرة يعني بتقول أنه فيه احتمالات كبيرة لتأجيل اللقاء أو على أقل تأدير أنه المطش ده يتلعب بدون جماهير وده اللي نفاق أحمد دياب وقال أنه المطش هتلعب معاده على ملعب ساد القاهرة وأنه ما فيش أي صحة لما تردد عن فكرة منع الجماهير من حضور المباراة وأنه الساعة اللي تم سماح بيها أنه كل نادي هيكون مسموح له بحضور ألف مشجع وده اللي هتطبق كمان أو هينطبق على مباراة الأهل والزمالك موسيقى